السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي الصناعي في مادة الرياضيات في الحلقة الثانية النهاردة إحنا هناخد تمارين على الوحدة الأولى الهندسة التحليلية وأنا هفكركم بالدروس الوحدة الأولى كان عندي تقسيم قطعة مستقيمة وكنا خدنا الدرس الأولاني اللي هو تقسيم من الداخل والتقسيم من الخارج وكنا تناولنا القانون بتاعت تقسيم من المنتصف اللي احنا درسناه فيه المرحلة الإعدادية ثم الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم كنا برضو عرفنا بمعلومية نقطة وميل أو نقطتين وتطرقنا أيضا إذا كان المستقيم يوازي أحد المستقيمات يمر بنقطة ويوازي أحد المستقيمات أو عمودي على أحد المستقيمات ثم الدرس الثالث طول العمود الساقط من نقطة على مستقيم معلوم ده أفكركم بالقوانين مرة تانية ده المنتصف كنا بنقول عندي مجموع السينات على اتنين ومجموع الصدات على اتنين التقسيم من الداخل خلي بالك النقطة جين يعتبر زي التقسيم من الداخل زي المنتصف يعني الإشارة موجب هنلاقي أن عندي نقطة تقسيم ميم واحد مضروبة في سين اتنين زائد ميم اتنين في سين واحد على ميم واحد زائد ميم اتنين زيها بالنسبة للصدات التقسيم من الخارج هو نفس القانون لكن بإشارة مختلفة يعني الإشارات في البسط والمقام سالبة زي ما احنا شايفين هنلاحظ أن الجيم تنتمي لمين؟ لا تنتمي للقطع ألف باء لكن تنتمي للشعاع ألف باء عندي أول تمرين معانا نلاحظ بقى وركزه معايا طريقة الحل وحاول تشوف زي المدرس ما بيحل معاك بالزبط تحاول تطبق الخطوات بيقول لي أوجد إحداثي النقطة جين التي تقسم القطعة ألف باء من الخارج حيث ألف بسالب اتنين وتلاتة وباء سالب واحد وسالب واحد بنسبة واحد إلى اتنين أنا يهمني أكون عندي المعطيات بتحتي أدي النقطة الأولى ألف أدي سالب اتنين وتلاتة النقطة باء سالب واحد وسالب واحد وحط عندي النقطة التقسيم اللي هي ميم واحد وميم اتنين اللي هي كت واحد واثنين عندي في المسألة خلي بالك أنا بعمل لك هنا طريقة عشان تسحل عليك هتضرب الواحد مرة في سالب واحد والي اتنين في سالب اتنين الواحد في سالب واحد والي اتنين في التلاتة طب أنا عايز التقسيم من الخارج يبقى تعالى أفكرك أننا لابد أنك أنت تعمل الإشارات والكسر أنا عندي الإشارات سالبة عندي فوق ضرب وعندي النحية اليمين برضو ضرب طب أنا بعمل كده ليه عشان أنا عندي سهل جدا أننا منساش القانون وأقدر أكتب ميم واحد يتكرر فوق وتحت ميم اتنين خلي بالك برضو زيها ميم واحد ميم اتنين أنا كده بكتب القانون طيب هنا عندي السينات احنا هنعكس ميم واحد في سين اتنين وميم اتنين في سين واحد طيب زي ما عملنا في السينات نعمل في الصادات يبقى ميم واحد في ساد اتنين برافو وميم اتنين في ساد واحد طيب أنا عندي هن ده سين واحد وده ساد واحد ده سين اتنين وده ساد اتنين وأنا عارف أن ده ميم واحد وده ميم اتنين أقدر أعوض عندي في المسألة بكل سهولة أقول له جيم أحط الإشارات شايف أنا عملت الأقواص عملت الشرط السالب عملت الضرب عشان ما نساش واقول له ميم واحد بكم بواحد ادي واحد واحد ميم اتنين باتنين واحد واحد اتنين اتنين اضرب واحد في سالب واحد السينات واتنين في سالب اتنين طيب تعال نشوف الصداط واحد في سالب واحد ايضا واللي اتنين مضروها في التلاته يساوي هطرح المقام الاول واحد نقص اتنين يبقى سالب واحد واحد في سالب واحد بسالب واحد وخلي بالك سالب في سالب بموجب اتنين في اتنين باربعة واحد في سالب واحد بسالب واحد سالب 2 في 3 ب6 أجمع سالب 1 ومجب 4 مجب 3 على سالب 1 يعني عندي سالب 3 سالب 1 وسالب 6 سالب 7 يعني لما بجمع خسارة وخسارة بجمعهم مع بعض سالب 7 على سالب 1 يبقى مجب 7 وكده يبقى خلصت من المسألة الأولى سالب 3 و7 تعالوا نشوف مسألة تانية الأول هراجع معاك القوانين بتاع معادلة المستقيم بمعلومية الميل ونقطة وهنركز قوي على القانون لما بيقول لي صاد ناقص صاد واحد يساوي مين في سين ناقص صاد واحد طيب لو كان عندي نقطتين معلومتين هعمل ايه خلي بالك انتليك خيارين الخيار الاول انك تعوض في القانون صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص صاد واحد يساوي صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص صاد واحد او تجيب الميل وتعوض في القانون الاولان يبقى ليك ايه الخيارين انك تحل بالطريق طيب عندي معادلة المستقيم اللي ميله ميم ويقطع جزء من محور الصادات قيمته جيم اسمه صاد يساوي ميم سين زائد جيم اخر نوع عندي معادلة المستقيم بمعرفة نقطتين تقاطعه مع محوري الاحدافيات سين على الالف زائد صاد على با يساوي واحد طيب برضو بذكرك الحاجات دي قلناها في الحلقة الماضية شرط توازي مستقيمين ان يكون ميل الاول يساوي ميل الثاني شرط تعامد مستقيمين ان ميل الاول ضرب ميل الثاني يساوي سالب واحد او احدهما يساوي مقلوب معكوس الاخر طيب بقولك ملحوظة اذا كان الخط المستقيم افقي موازي المحور السينات يبقى الميل بصفر يعني عدل طيب لو كان يوازي محور الصادات الميل غير معرف يعني ما لا نهاية طيب بعرفك برضو بالميل لو الميل بين نقطتين فرق الصادات على فرق السينات طيب لو كان معادلة المستقيم في الصورة العامة الف سين زائد بق صاد زائد جيم بيساوي صفر يبقى الميل هنا ايه سالب معامل سين على معامل صاد خلي بالك تحط في الصورة القياسية الصنات الصادات الحد الخالي من سين اللي هو سمه الحد المطلق يساوي صفر ثم تجيب الميل سالب معامل سين على معامل ايه صاد طيب لو كان عندي بطريقة صاد يساوي ميم صاد زائد جيم هنا معامل سيد تلقائي يبقى يساوي ميم ميم طيب اخر حاجة عندي لو عندي الميل يساوي ظل الزاوية للمستقيم اللي هو ايه يقطع محور الصنات المحور ايه جزء الموجب لمحور الصنات طيب ملحوظة ايضا كل الحاجات دي عشان نستخدمها في حل التماريب بيقول لك بيقول لك لو انا جبت طول العمود من النقطة على مستقيم وطلع بيساوي صفر يبقى على طول استنتج ايه أستنتج أن هذه النقطة تقع على المستقيم طب لو كانت النقطة تنتمي للمستقيم يبقى طول العمود بتاحها يسوي صفر يعني العكس صحيح آخر قانون عندي طول العمود المرسوم من نقطة إلى مستقيم معلوم هو القيمة المطلقة لألف سين واحد زائد بق صد واحد زائد جيم على جزر ألف تربيع زائد بق تربيع لإثبات انتماء نقطة تنتمي لمستقيم معلوم بعوض بإحداث هذه النقطة بدلا من المتغيرين سين وصاد واثبت أنها تحقق هذه المعادلة كده أنا خلصت الجزء النظري وعايز أبدأ معاك حل تمرين وخلي بالك أنا حاول أن أنا أستخدم تقسيم قطعة مستقيمة مع إيجاد معادلة مستقيم يعني ممكن أقولك أربط لك الدرسين ببعض أقولك أوجد معادلة المستقيم المر بنقطة ونقطة تقاطع عندي مستقيمين أو أقول يمر بنقطة ومنتصف النقطة في الألف وبال أو أقول مثلا يمر بنقطة ونقطة تقسيم من الداخل أو من الخارج هنشوف الكلام ده مع بعض تعالوا نشوف السؤال رقم اثنين أوجد معادلة المستقيم المر بنقطة الأصل وميله يسوي ميم أنت عندك نقطة الأصل نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر معروفة نقطة الأصل هي ايه؟ صفر وصفر والميل ميم يسوي ثلاثة وعندي أنا هنا الآن القانون الشهير اللي لابد أنك أنت تبقى خلاص في دماغك على طول صاد ناقص صاد واحد يسوي ميم في صين ناقص صين واحد جميل جدا طب أنا عندي هنا خمس متغيرات اتنين منهم سبتين الصاد والصين ينزلوا زي بعض وعندي صاد واحد أدي النقطة صين واحد وصاد واحد وأدي الميم فأنا عايزي الآن خلي بالك حط يساوي تحت يساوي نزل الصاد نزل القوس ونزل السين والإشارات الله وهكتب لك دي بلون تاني على أساس أنك أنت بتعرف إيه اللي هنعوض عنك صاد واحد بصفر الميم بتلاتة السين واحد بصفر جميل جدا تعال نكمل يساوي تحت يساوي يبقى صاد يساوي تلاتة سين والتلاتة في صفر بصفر ممكن أتركها كهكذا وممكن أخليها معادلة صفرية وأنقل الحد تلاتة سين للحارة التانية وما تنسوش لما نروح من حارة لحارة نغير الإشارة يعني تلاتة سين هتبقى سالب تلاتة سين بتساوي إيه صفر كده خلصت السؤال تعالوا نشوف سؤال تاني أوجد معادلة المستقيم المر بنقطة وعطي لك الميل هنا كسر عشان أشوفك إزاي هتضرب طرفين في وسطين أو إزاي تتخلص من الكسر خلي بالك عندي المعطيات بتحتي النقطة سين واحد وصاد واحد وأدي الميل سين واحد باتنين صاد واحد بتلاتة الميل باربعة على خمسة خلي بالك القانون بقى خلاص انت عرفته صاد نقص صاد واحد يساوي ميم في سين نقص سين واحد آه أنا دول عندي خمس مفردات منهم اتنين سبتين منهم الاتنين السبتين الصاد والسين صح يبقى يساوي تحتي يساوي صاد نقص سين نقص واكتب ايه وقف القوس ثم اعوض اشيل صاد واحد وحط ثلاثة الميل باربعة على خمسة سين واحد باتنين جميل قوي عندك هنا طريق طيب تضرب المقام بتاع الخمسة ده في البسط صاد نقص ثلاثة وده اسهل او تضرب اربعة على خمسة في سين واربعة على خمسة في اتنين لكن الاسهل اضرب الخمسة في صاد نقص ثلاثة وهتضرب الاربعة في سين نقص اتنين يساوي تحتي يساوي خلي بالك لما تيجي تضرب الخمسة اضربها في القوس كله في طلبة بيضربه في الاول بس لا بضرب في الصاد واضرب في الثلاثة يبقى خمسة صاد نقص خمستاشر يساوي اربعة سين نقص تمانين عايزين نخليها معادلة صفرية يبقى خمسة صاد واجيب السين باربعة سين بالسالب عندي سالب خمستاشر التمانية هتيجي بايه بالموجة يبقى اجمعهم مع بعض طيب انا عايز ارتب ممكن اخلي السين الاول او الصاد الاول عادي فلو خليت الصاد الاول يبقى خمسة صاد نقص اربعة سين اجمع سالب خمستاشر وتمانية يبقى سالب سبع عايز ساوي صفر المسألة انتهت واحد يقول طيب تعال نشوف كمان سؤال اخر وانخلك فيه منتصف قطعة بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة واحد واربعة ومنتصف القطعة الف باء وعطيلك احداثيات الف وعطيلك احداثيات باء يبقى انت لابد الاول تجيب لي ايه نقطة المنتصف برافو عليك يبقى هقول له منتصف الف باء طيب واحد يفكرني كده بالمنتصف احنا كنا بنعمل في ايه اه مجموع السينات على اتنين برافو ومجموع السادات على اتنين طيب السينات عندي هنا كام سالب واحد وسبعة السادات خمسة وسالب تلاتة دايما خلي بالك لما يكون فيه عدد سالب حطه داخل قرص طيب يساوي سالب واحد زائد سبعة يبقى ستة على اتنين فيها تلاتة خمسة ناقص تلاتة اتنين على اتنين فيها واحد يبقى اصبح معادلة المستقيم اللي عندي النقطة الاولى ادي سين واحد وادي صاد واحد النقطة الجديدة هسميها سين اتنين وصاد اتنين وعندك طريقتين في الحل الطريق السهل ان انا اجيب ميل بين النقطتين وعوض في القانون الاول الشهير بميل ونقطة او ان انا استخدم القانون بتاع معادلة المستقيم المر بنقطتين لك ايه حرية الحل تعال نشوف لو انا استخدمت القانون اللي هو بيكون بين مستقيمين بين النقطتين معادلة المستقيم المار بالنقطتين هكتب القانون خلني بالك اول حاجة الاشارات كلها سالب نمرة اتنين الصادات كلها فوق طيب صاد نقص صاد واحد يساوي صاد اتنين نقص صاد واحد على سين نقص صين واحد وهنا سين اتنين وسين واحد الملحوظة التالت صاد واحد وصين واحد تقررت مرتين الصاد والسين سابتين تعال نحل اقول له ابشر انا بحب احب 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 الاول الكسر والاشارات عشان مغلطش ادي الصاد والسين سابتين طب صاد واحد وصين واحد فين اربعة وواحد حطيلي اربعة وواحد وكررها مرتين اهم طب صاد اتنين وصين اتنين واحد وتلات جميل يساوي نزل الحد الاول كما هو طرف اليمين ده ينزل زي ما هو هنا اطرح واحد نقص اربعة كام سلب تلاتة تلاتة نقص واحد اتنين الله ده انا ممكن اضرب الطرفين في الوسطين اه ممكن يبقى اتنين مضروبة في صاد نقص اربعة يساوي سالب تلاتة في سين نقص واحد رجعنا للنظام الاولاني شبيه بايه معادلة المستقيم المر بنقطة وايه ومعلوم الميل بتاعه فك الاقواص اتنين في صاد باتنين صاد نقص تمانية يساوي سالب تلاتة سين سالب في سالب بايه بموجب هنودي الحارة التانية يبقى اتنين صاد نقص تمانية السالب دي تروح فين بالموجب يبقى موجب تلاتة سين والموجب تلاتة تروح بايه بالسالب يساوي صفر يبقى نجمع عندي سالب تمانية وسالب تلاتة سالب حداشر يساوي صفر جميل يبقى انا كده بحاول ادخل ايه التمرين مع بعض تعالوا نشوف تمرين اخر بيقول لي ايه اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة ايضا اربعة واثنين والنقطة التي تقسم الف باء من الداخل انا بدأت الحلقة بايه بنقطة من الخارج يبقى انا هنا كمان هراجع معاك من الداخل عايز الالف بسالب تلاتة وواحد والباء سبعة وحداشر انت الان عايز تعمل ايه هتجيب النقطة التقسيم من الداخل ادي النقطتين اللي عندي سين واحد وساد واحد سين اتنين وساد اتنين وزي ما قلتلك تعالا معايا اعمل لي القوس دا كده حط لي النقطة الاولى هنا النقطة التانية هنا حط لي النقطة التقسيم بلون اخر وحطها داخل دايرة عشان تقدر تضرب وخلي بالك انت بتضرب مقص حاليا يعني اللي اتنين في السبعة والثلاثة في سلب ثلاثة اتنين في احداشر والثلاثة في واحد وقول له جيم من الداخل من الداخل اول ما اسمع كلمة من الداخل عندي الاشارة موجب اهو وهنا ضرب وهنا ضرب ايه الجمال دا لو انا عملت كده مش هغلط ابدا تعال نشوف انت بتقول يا استاذ هنضرب ميم واحد اللي هي الاتنين وانا فهمتك ان هي بتتكرر هنا وهنا 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 طب التلاتة هنا وهنا وكمان هنا وهنا يعني كده الموضوع سهل طب هضرب اتنين في كام في سبعة سين اتنين والتلاتة في سلب ثلاثة الاتنين في الحداشر التلاتة في الواحد بقت سهلة هتقعد تجمع بقى خلي بالك هقوله اتنين زائد ثلاثة خمسة المقام سهل الاول اجي نطلع اتنين في سبعة باربعتاشر اه موجف في سالب بسالب تلاتة في تلاتة بتسعة اتنين في حداشر باتنين وعشرين تلاتة في واحد بتلات يساوي اربعتاشر ناقص تسعة خمسة الاول برضه عشان ايه الطلبة تنتبه واثنين وثلاثين زائد اتنين وعشرين زائد ثلاثة خمسة وعشرين خمسة وعشرين على الخمسة فى خمس يبقى النقطة الجديدة واحد وخمسة تعالى بقى نشوف انت عايز معدلة المستقيم المر بالنقطة الاولى دي سين واحد وصد واحد النقطة التانية سين اتنين وصد اتنين فى السؤال السابق انا بدأتلك بالقانون بتاع ايه معدلة مستقيم يا مر بنقطتين تعالى بقى المرات يجيب لك الميل يبقى هجيب الميل ميل المستقيم هيساوي انت عارف ميل فرق الصدات على فرق السينات لو بدأت بصد واحد يبقى لازم تبدأ بسين واحد ولو بدأت بصد اتنين لازم تبدأ بسين اتنين انتبه الترتيب مهم يبقى انا هبدأ بصد واحد يبقى اتنين نقص خمس واربعة نقص واحد يساوي سالب تلاتة على اربعة نقص واحد كام تلاتة يعني سالب واحد يبقى الميل سالب واحد تعالى نجيب بقى معادلة المستقيم المر بالنقطة اختلق اي نقطة تعجبك هاخد النقطة الاولى اربعة واثنين وميله يساوي سالب واحد انت عندك الان معطياتك اكتب للقانون صاد نقص صاد واحد يساوي ميم في سين نقص سين واحد برافو حط يساوي تحت يساوي وصاد نقص وسين نقص تعالى نشوف الميل بسالب واحد صاد واحد باثنين سين واحد باربعة فكلي قوس يبقى صاد نقص اتنين سالب سين انتبه سالب في سالب بموجة باربعة خليها سفرية يبقى صاد نقص اتنين زائد سين نقص اربعة يساوي صفر جمع يبقى صاد زائد سين نقص ستة يساوي صفر جميل كده انا جبتي معادلة المستقيم ودخلتي فيه التقسيم الداخل والتقسيم الخارج والمنتصف تعالى نشوف سؤال اخر اوجد معادلة الخط المستقيم المر بنقطة الاصلة وايه ويوازي المستقيم المر بالنقطتين انتبه واحدة واحدة علي اول حاجة نقطة الاصل ايه صفر وصفر جميل انت عايز معادلة المستقيم المر بالنقطة دي ويوازي المستقيم المر بالنقطتين يبقى لابد انك انت جيب ميل المستقيم المر بالنقطتين ميل المستقيم عشان اجيب ميل الموازي ليه اللي هو نفس الميل ولو كان عمودي اجيب ميل العمودي عليه طيب يبقى ميل المستقيم يا استاذ فرق الصادات على فرق السينات اطرح كده والسينات كده ايضا يبقى خمسة نقص تلاتة وسالب واحد نقص اتنين يبقى خمسة نقص تلاتة باتنين سالب واحد وسالب اتنين بسالب تلاتة بطلع السالب في البسط يبقى سالب اثنين على كام؟ على ثلاث هو قال لي وازي بما أن المستقيم يوازي المستقيم المار بالنقطتين إذن الميل الأولان يسوي الميل الثاني يبقى أنت هتأخذ الآن الميل الجديد إذن معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل وهحطها لك بقى عشان تبقى فاكرة صفر وصفر وميله أنت جايب هو سالب اثنين على ثلاث تعالى واحد يقول لي خلاص أنا عرفت الفكرة بقى أنا حفزت القانون هقول له صاد ناقص صاد واحد يسوي ميم في سين ناقص سين واحد وزي ما اتفقنا مع بعض حط يسوي تحت يسوي الصاد ناقص والسين ناقص وقف لي قوس طيب الميل بكام؟ بسالب اثنين على ثلاث طيب السين واحد والصاد واحد بصفار يبقى أنا عندي صاد هيسوي سالب اثنين على ثلاث ايه؟ سين لو حبيت تخليها معادلة صفرية هتعمل ايه؟ ودي الحارة التانية ممكن اقول لك سهم كده يبقى صاد زائد اثنين على ثلاث سين يسوي صفر والمسألة ايه؟ خلاص جميل جدا احنا 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 انا ايه؟ قلنا ان احنا بنجيب معادلة المستقيم وبمعلومية ميل ونقطة خلي ده الستندر معاك طيب جابهم لك نقطتين هتلي الميل منهم واختار اي نقطة تمام كده؟ تعال نشوف سؤال اخر معادلة المستقيم المر بالنقطة تلاتة وسالب واحد وعمودي على المستقيم كذا يبقى لابد ان انا اعمل ايه؟ اجيب ميل المستقيم ده ميل المستقيم تعال بقى نشوف كده النظر اللي احنا قلناه لما يجيلي بالشكل ده هنعمل ايه؟ هقول له سالب معامل سين على معامل صاد طيب سالب معامل سين اتنين معامل صاد بكم؟ بسالب تلاتة اشطب السالب مع السالب اختصرها يبقى تنين على تلاتة طيب انت عندك ايه؟ عمودي يبقى هجيب ميل العمودي ميل المستقيم العمودي انت قلتن يا استاذ ان حاصل ضربهم سالب واحد وبطريقة اخرى بقولك هات مقلوب معكوس يعني ايه مقلوب معكوس؟ اول حاجة اقلب الكسر تلاتة على تنين واعكس الاشارة لو موجب يبقى ايه؟ سالب تاني ميل المستقيم العمودي عندي هنا مقلوب معكوس الميل الاولاني يعني هتعمل ايه؟ امسك الكسر وقلبه وشوف الاشارة وغيرها انا كان عندي هنا اتنين على تلاتة خلتها تلاتة على اتنين وكان عندي الاشارة موجب خلتها سالب اصبح عندي هنا دلوقت تعالى بقى نحل مسألة اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة يبقى انا عندي سين واحد وصاد واحد تلاتة وسلب واحد والميل الجديد بسلب تلاتة على اتنين اكيد دلوقتي كل الطلبة هتقدر تقول لي انا ممكن احل السؤال ده بكل سهولة لان انا خلاص اتدربت عليه هقول له صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص سين واحد تمام انا كده بحط يساوي تحت يساوي الصاد ناقص تنزل القصي ناقص ينزل طيب شيل الميم وحط سالب تلاتة على اتنين جميل شيل صاد واحد وحط سالب واحد خلي بالك انا بحطها في قصة هون عشان بعد كده هقولك ان دي هتبقى موجب طيب لو انت عايز تحلى على طول حبا وكرام طيب ما انت عارفها خلاص يساوي سالب هنكمل بقى سين واحد بكم بتلاتة طيب انا هكتبها هنا مش هفك القص لان انا هضرب الاتنين هنا يبقى سالب تلاتة على اتنين هضرب الاتنين دي في الحد الاولان يساوي سالب تلاتة في سين ناقص تلاتة كلنا بقينا خلاص يعني طلاب ماهرين في فك الاقواص هنعمل ايه خلي بالك لما تضرب وتفك القص لابد انك تضرب في داخل القص كله يعني في جميع الحدود اللي موجودة في القص طلعوا حدين زي ما عندنا طلعوا تلاتة طلعوا مش عارف كم المهم ان انا بضرب في جميع ايه الحدود فانا هضرب اتنين في صد باتنين صد زائد اتنين في واحد بكام باتنين وسالب تلاتة في سين وسالب في سالب بموجب يبقى تسعة هنخليها معادلة صفرية يبقى اتنين صاد زائد تلاتة سين عندي هنا سالب تسعة وموجب اتنين يبقى سالب سبعة يبقى سالب ايه سبعة جميل كده كده انا عندي الكلام ده بيساوي صفر يبقى خلصت من التمرين رقم سبعة عيد تاني هو بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة وعمودي على المستقيم وعمودي على ايه على المستقيم اتنين سين نقص ثلاثة صاد بيسواه اجيب الاول من المستقيم طلع عندي باثنين على ثلاثة ثم اجيب من العمودي عليه اقلب وغير الاشار اقلب وغير ايه الاشار كان اتنين على تلاتة بقى تلاتة على اتنين كان موجب بقى سالب واصبح عندي ارجع بقى للدرس الاولاني عندي ميل وعندي نقطة الميل اللي عندي الجديد بقى سالب تلاتة على اتنين والنقطة اللي كان عطهاني في رأس السؤال اللي هي تلاتة وايه وسالب واحد تعال نشوف فكرة تانية اوجد طول العمود المرسوم من النقطة اتنين وواحد وسالب واحد الى المستقيم المار بالنقطتين خلي بالك هنا بقى انا هنا عندي دخلت فيه الدرس التالت اللي هو ايجاد طول العمود المرسوم من نقطة انا عندي هنا نقطة وعندي ايه مستقيم عايز اجيب طول العمود ده عطيلك النقطة وعطيلك معادلة المستقيم تعالوا نشوف ازاي نحل السؤال رقم تمانية بيقول لي المرسوم من النقطة اتنين واحد يبقى انا اعمل مسودة كده واكتب فيها سين واحد بصد واحد باثنين وهنا ايه واحد جميل اول طب انا عندي هنا الى المستقيم المر بالنقطتين خلي بالك انت محتاج تجيب الالف والباء والجين ده كنا ما عنديش انا ما عنديش المستقيم اه اقول لك ارجح خطوة للخلف وهاتلي معادلة المستقيم يبقى هنجيب الميل الاول فرق الصدات على فرق الصينات الصد عندي هنا تلاتة واحد اربعة خمسة اتنين على سالب واحد يساوي سالب اتنين انا عندي هنا الميل تعالى نجيب معادلة المستقيم المار بالنقطة اتنين واحد وميله يساوي سالب اتنين القانون بقى صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص سين واحد اتفقنا على ايه اتفقنا ان احنا بنعمل ايه بنحط يساوي تحت يساوي تمام كده اهو صاد ناقص وسين ناقص تعالى بقى نعوض انت عندك النقطة جديدة تحت كاي صاد واحد بواحد سين واحد باتنين الميل بسالب اتنين فق القوس يبقى صاد ناقص واحد سالب اتنين سين زائد اربعة خلاها معادلة صفرية يبقى صاد زائد اتنين سين خليها لي بقى اتنين سين في الاول ماشي انا هجيب هنا جمع لي بقى خليها لاتنين سين زائد صاد ناقص خمسة يساوي صفر ليه عملت كده عشان اقدر اطلع الالف والباء والجيم خلي بالك انت فكت القوس سالب اتنين في سالب اتنين بموجب اربعة لما نقلتها بقت سالب اربعة مع سالب واحد دي بقى سالب خمسة يبقى الالف بتاعي بكام باتنين الباء بكام بواحد الجيم الحد المطلق بسالب خمسة طب انت عندك طول العمود القانون بتاعه بقول ايه طول العمود يساوي القيمة المطلقة اللي هي المقياس نفس القانون نفس صورة العمود الصورة بتاع العمود ما عدا ان انا هعمل ايه اعوض مكان سين بسين واحد زائد باء صد واحد زائد جيم على الجزر التربيعي لالف تربيع زائد باء تربيع جميل جدا طيب انت عندك مجهول اتنين تلاتة اربعة خمس خمس مجاهي اللي انت انطلعهم منهم تقدر انك انت تعوض بكل سهولة القيمة المطلقة في حد هيسأل القيمة المطلقة دي لها لها فايدة ولا ملهاش اكيد لها فايدة وانتبه معي الالف باثنين ضرب سين واحد باثنين ايضا زائد الباء بواحد ضرب الصاد بواحد ايضا الجيم بسالب خمسة على الجزر التربيعي لاثنين تربيع اللي هي الالف واحد تربيع اللي هي الباء القيمة المطلقة اتنين في اتنين بكام اربعة زائد واحد ناقص خمسة على الجزر التربيعي لاربعة اتنين تربيع باربعة زائد واحد يعني جزر خمسة انا عايزة راجع هنا المسألة مرة تانية لعله وعسى لان انا ممكن عندي هنا خمسة ناقص خمسة بصفر معناها النقطة دية مالها ارجع للنقطة ان هي تقع على العمود تقع على المستقيم بس اراجع الاول عندي حلي الميل الفرق الصداد ثلاثة ناقص واحد واربعة ناقص خمسة يبقى اتنين على سالب واحد بسالب اتنين اجيب معادلة المستقيم بمعلومية نقطة وميل يبقى صاد ناقص صاد واحد انا عوضت هنا بواحد وهنا باتنين والميل بسالب اتنين. يبقى صاد نقص واحد يساوي سالب اتنين سين زائد اربعة. عوضت النحية التانية جبت هنا موجة باتنين سين سالب واحد وسالب اربعة سالب خمسة. الالف هي اللي باتنين. والباق بواحد والجين بسالب خمسة. ضربت اتنين. الالف في سين واحد اتنين في اتنين. وعندي الباق واحد في صاد واحد. واحد في واحد بواحد. والجين بسالب خمسة. يبقى النقطة هنا عندي هنا صفر على جزر خمس يسوي صفر ماذا نستنتج سؤال مهم جدا نستنتج أن النقطة تقع على المستقيم المعلوم يبقى أنا عندي النقطة تقع عليه طالما البعد طلع بيسوي صفر لكن لو البعد طلع بعدد كانت النقطة تقع خارج المستقيم تعال نشوف سؤال الآخر مع بعض كده بيقول لي ايه أثبت أن أثبت أن النقطتين ألف باثنين وواحد والباء بسالب اثنين وخمس تقعان في جهتين مختلفتين إن المستقيم اثنين سين زائد صاد نقص ثلاثة يسوي صفر وعلى بعدين متساويين منهم تعال بس أقول لك الفكرة بتاعتنا ايه أنا عندي الآن دلوقتي في مستقيم في نقطة المفروض إن أنا أثبت إن هما على بعد واحد من المستقيم اللي عندي يعني النقطة دي والنقطة دي البعد دا متساوي وكمان إن أنا أثبت إن هما في جهتين مختلفتين يعني مش في نفس الجهة طيب إيه القانون اللي عندي أو الطريقة اللي عندي بسيطة خالص أنا هجيب قانون اللي هو طول البعد هجيب بعد النقطة عن المستقيم لو طلعوا البعدين متساويين هقول له أنا جاوبت على الجزء اللي هو بيقول لي على بعدين متساويين منهم طب أنا عايز بقى أثبت إن هما في جهتين مختلفتين أقول له قارن بين إشارة المقياس في البعدين مش أنت عندك المقياس اللي هو القيمة المطلقة قارن بين الإشارة لأن خارج المقياس الاتنين بالموجب فأنا مش هعرف إن أنا أقارن بينهم أنت بيقول لك بقى قارن بين إشارة المقياس في البعدين إذا طلعوا مختلفين تقدر تقوله ان هما في جهتين مختلفتين منهم تعالوا نشوف التمرين هيتحل ازاي تمرين جميل جدا وبسيط بيقول لي اثبت ان النقطتين الف وباء تقعان في جهتين اجيب البعد الاول البعد الاول انا هتلعلك الالف والباء والجيم الالف باثنين والباء بواحد والجيم بسالب ثلاثة خلاص دول معك في الحلين انتبع النقطة الاولى بتاع سين واحد وصد واحد اقول له القانون الف سين واحد زائت باء صد واحد زائت جيم على الجزر التربيعي لالف تربيع زائت باء تربيع زائت باء ايه تربيع جميل جدا هيساوي الالف باثنين ضرب سين واحد كام باثنين زائت الباء بواحد في صد واحد بواحد ناقص ثلاثة على الجزر التربيعي الالف باثنين تربيع زائت واحد تربيع يساوي انتبه معي الاشراط تحت جزر خمس فوق اتنين باثنين اربعة زائت واحد خمس ناقص ثلاثة يبقى تنين طيب شيل بقى المقياس يبقى تنين على جزر خمس البعد الثاني نفس القانون على الجزر التربيعي الالف تربيع زائت باء تربيع انتبه خلي بالك هنا ضرب زائت هنا ضرب ماشي واشوف الف باثنين انت عندك بقى المرة دي سين واحد اللي هي النقطة التانية اللي هي دي يبقى انا عندي في سالة باثنين البق بواحد كميل كده البق بايه بواحد هاضربها في ايه في خمس ناقص ثلاثة زي ما هي على الالف تربيع والبق تربيع اللي هي اتنين تربيع زائت واحد تربيع تعال نضرب سالب اربعة زائت خمسة ناقص ثلاثة يساوي سالب اربعة وسالب تلاتة سالب سبعة ومجب خمسة يبقى سالب اتنين الله عليك على جزر خمس طب تلح برا القيمة المطلقة يبقى اتنين على جزر خمس تعال بقى نشوف انت طالب حكتين طالب ان هم على بعدين متساويين هل البعد الاول يساوي البعد الثاني اه يبقى اقول له بما ان البعد الاول يساوي البعد الثاني اذا النقطة النقطتين ما لهم بها ما لهم النقطتين ها على بعدين بعدين متساويين من المستقيم طيب يبقى انا جوابت على الجزء الاول الجزء التاني بيقول لي في جهتين مختلفتين تعال بقى نقارن نقارن اشارة المقياس اللي هو القيمة المطلقة كان في البعد الاول كان موجب البعد الاول ايه كان موجب يبقى المستقيم الاول الاشارة كانت موجب طيب المستقيم الثاني البعد الثاني اهي كانت الاشارة ايه سالب المستقيم الثاني الاشارة ايه سالب ده يقول لك ايه باه يقول لك ان انت عندك الان النقطتين في جهتين مختلفتين الله على السؤال ده يبقى انا كان عندي بيقول لي ايه بيقول لي اثبت ان النقطتين على بعدين متسويين الاول وفي جهتين مختلفتين انا جبت بعدين متسويين جبت استخدمت قانون البعد اللي هو القيمة المطلقة ألف سين واحد زائد بقصاد واحد زائد جيم على الجزر التربيع البق تربيع زائد إيه ألف تربيع زائد بق تربية وطلعوا إن البعدين متساوية طب بس حتت بقى إننا أقول إن هما في جهتين مختلفتين أنظر إلى إشارة المقياس إذا كانت الإشارتين مختلفتين يبقى يقعوا في إيه في جهتين مختلفتين أما إذا كانت الإشارتين متشابهين هيقعوا في إيه في جهة واحد تمام؟ طيب أنا عندي هنا سؤال أخير هختم به بيقول لي ألف باق جيم مثلث فيه ألف بسالب واحد واثنين والسؤال ده يريد تحلوه برضو واجب أنا أكتب لك الإجابة بتاع يعني معادلة المستقيم تحت بس أنا بنوع لك في أفكار المسائل بيقول لك الباق بثلاثة واحد والجيم بواحد واربعة أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة ألف وعموديا على باق جيم وعموديا على باق جيم تعال نكتب السؤال بيقول لي ألف باق جيم ألف باق جيم مثلث فيه ألف يسوي سالب واحد واثنين والباق يسوي ثلاثة واحد والجيم واحد واربعة جميل أول هو عايز بقى معادلة المستقيم يمر بالف يبقى دي سين واحد وصاد واحد وعموديا على المستقيم ده عموديا يبقى لابد أنك أنت تعمله الأول خلي بالك هتجيب ميل المستقيم ده ميل المستقيم يسوي فرق الصادات على فرق الصينات أربعة واحد واحد ثلاثة يبقى ثلاثة على سالب اثنين هقول ميل العمودي عليه هيسوي أنت قلت إيه يا أستاذ في العمودي اقلب وغير الإشارة هيبقى ثلاثة على اثنين أصبح الآن دلوقتي أنت عايز معادلة مستقيم يبقى معادلة المستقيم المار بالنقطة ثلاثة على اثنين لا دي مش النقطة دي آسف سالب واحد واثنين وميله ثلاثة على اثنين ثاني بقى يبقى الآن انت دلوقتي محتاج تكتب لي القانون اللي هو بمعلومية ميل ونقطة أو نقطة وميل هي هي اللي هو بقى الشهير صاد نقص صاد واحد يسوي مين في سين نقص سين واحد احنا هنعتبر القانون ده القانون الملاكي يعني هتلاقيه في كل المسائل اللي ممكن تقدر تستخدمه يسوي تحت يسوي صاد ناقص وسين ناقص وإشار حط لي مين بتلاتة على اثنين صاد واحد باتنين سالب واحد بقى انا خلاص عرفتك سالب بعدها سالب يبقى مجب على طول اضرب اثنين هنا يبقى اثنين صاد ناقص اربعة يسوي تلاتة سين انا فكيت على طول زائد تلاتة ودي الناحية التانية اثنين صاد ناقص تلاتة سين التلاتة دي لما تروح الحارة التانية تبقى كام سالب تلاتة وسالب اربعة يبقى سالب سبعة يسوي ايه صفر كده ممكن انوعلك في المسائل انا رجعت معاك الوحدة الاول هندسة التحليلية للمرة التانية احنا اكملنا حل جميع التمرين يعتبر كل الافكار اللي عندنا في تقسيم قطعة مستقيمة من الداخل ومن الخارج ايضا الصور المختلفة لمعادلة مستقيم والبعد بين نقطة ومستقيم الى هنا تنتهي علاقة اليوم مع وعد باللقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة